أبو حجر من ليبيا قصيدتي بعنوان التفات لأني كرهت الآن والآن ضيق لأني كرهت الآن والآن ضيق يحاصرني ما بعده فهو أضيق ويشغلني عن لحظتي أن لحظتي سراب وما في لحظتي ما يصدق ويعجبني في الذكريات سخاؤها إذا شحت الأوقات في الذهن تغذق وآخيت كل الفاتنات لأنني أخاف إذا غامرت في الحب أخفق ومن تهمتي كانت براءة تهمتي وقد يبرئ المرأة القميص الممزق ولكن لي سرا صغيرا كتمته وأني سباني في الحدائق يزنبقوا شكرا لك أخي عبد السلام الله يسلم ويعجبني ويعجبني في الذكريات سخاؤها لماذا سخاؤها لأن الذكرى نحبها يعني عرابيا أقصد يعجبني في الذكريات سخاءها السخاء فاعل السخاء هو الذي يعجب أنا المفعل به يا المتكلم هنا مفعل به أنا المعجب وهي المعجبة كيف يعني سخاء الذكريات أنت الذي يعجبت بالسخاء نعم يعجب لا أعجبت هذا مبني للمجهول لكن أعجبني أعجبني سخاء الذكريات فعل فعل ومفعل به مقدم ثم فاعل أنت عجيب يجيب هو عجيب ويجيب ويجيب لكن أعجبني سخاء لا تكون فاعلا مظل ما رأيك بعد ذلك تخرج وترجع تفكر وترجع وتعترف ما رأيك لا مشكلة عين هل مصر لا ليس مصر المهم أنا أجيز النص الحمد لله النص فيه حقيقة المحات شعرية جميلة وشاعرية وغنائية كل التوفيق لك الله يسلم مرحبا أخو عبد السلام مرحبا الله كثير علينا السلام اللهم أمين اللهم أمين لك نفس شعري جميل الله يسلم مع بعض التحفظ يعني أحيانا نحسك تلتج إلى التكملات يعني هكذا نحن طبيعة الحال هو الإحساس بالشعر وفي الفن يبقى رهينا بالتذوق لك قدرة على اللغة البسيطة المعبرة والجميلة ونا بدوري أجيز النص الحمد لله شكران على حضورك الله يسلم لديك أستاذ عبد السلام قدرة على حسن التقسيم في تركيب البيت ورغم السودوية واليأس اللي في أول القصيدة لكن القصيدة جيدة وأنا أوجزها مع اتفاقي مع دكتور علي في إن هي وسخائها 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 سخائها سخائها غلطتنا كمان شكرا لكم شكرا هو هو يريد هو يؤجب السخاء والسخاء يؤجب فيه في الوقت حفسه ولزا القصيدة مجايزة بالإجمع ننتظرك بس نبههم إنك وصلت إلى الحل وتدخل إن شاء الله اشتركوا في القناة